تركت مروة المدرسة قبل أن تحصل على الثانوية واضطرت للعمل كبائعة في أحد محلات الملابس الجاهزة وشاء قدرها أن يرسلها صاحب المحل إلى تاجر كبير كي تستلم البضاعة الجديدة لكن التاجر ما إن وقعت عيناه عليها حتى أصابه الهوى ووقعت في نفسه وقلبه فقرر الحصول عليها مهما كلفه الأمر التاجر يبلغ من العمر خمسين عاما وهو من أسرة معروفة ولديه زوجة تصغره بعشرة أعوام وعنده ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين السادسة عشر وعشرين عاما وبنت واحدة في الرابعة عشر من عمرها وهو يسكن في أرقى أحياء القاهرة وقد قرر الرجل أن يحصل على مروة بأي ثمن فبدأ رحلة الالتفاف عليها ومحاصرتها بدأت خطوته الأولى بزيارتها في المحل بحجة أنه كان مارا من هناك ثم همس في أذنها أن تحضر إلى مقر الشركة لأمر هام وحين جاءت إليه سألها كم يدفع لك صاحب المحل من أجر فأجابت ألف وخمسمائة جنيه فرد على الفور أنا سأدفع لك ستة آلاف وتعملين هنا سكرتيرا وافقت مروة على الفور ولم تنضي أيام حتى قدم لها عرضه مباشرة اسمعي يا بنت الحلال أنا أريدك زوجة على سنة الله ورسوله لكن وضعي الاجتماعي وزوجتي وأولادي لا يسمحون لي بإعلان هذا الزواج لذلك سيكون الزواج عرفيا بعقد وشهود وسأخصص لك شقة لم تحلمي بها بعمرك وقبل أن تطلب منه مهلة للتفكير قدم لها خاتما من الماس وعقدا ذهبيا ففرحت كثيرا ثم سألته ولكن ألن تخطبني من أهلي فأجاب والدك رحمه الله وأمك لا تمانع لكني لا أريد أن يعلم أقاربك بالأمر لأني أريد الأمر سرا عاشت مروى معه وكان يحضر إلى بيت الزوجية السري في النهار فقط وبشكل غير منتظم أما الليل فقد كان يمضيه مع أسرته الأصلية وبعد مرور سنة بدأ الفتور يسود العلاقة ومع إلحاحها على الإنجاب ورفضه القاطع لذلك تحول الفتور إلى نفور ثم فوجئت به بعد مشادة بينهما يخرج عقد الزواج العرفي ويمزقه ويشهر الطلاق عليها ثم يعطيها عقد الشقة ويقول لها إن عقد إيجار هذه الشقة سينتهي بعد شهرين وعليك أن تتدبر أمرك بعد ذلك كانت الصدمة قاسية على مروى فقد كانت تظن أن الشقة من ضمن أملاكه وهكذا وجدت نفسها مطلقة تعود إلى منزل أمها بتعويض مالي صغير تفضل به عليها دفعا للمشاكل والخلافات شعرت مروى بخيبة أمل كبيرة وندمت على ما فعلت ولم تجد أمامها إلا التوبة والعودة إلى الله فهو وحده القادر على أن ينسيها كل ما مر بها وأن يعوضها عنه كل الخير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون كان رجل طيب القلب تقي يشتغل بصناعة الحصير وكان كلما وجد مصلى بلا حصيرة أسرع إليه وفرشه بالحصير الجديد على نفقته وفي ليلة جاءته رؤية عجيبة فقد رأى عموده الفقري يتشكل ويتدلى عنقود من العنب والناس تأتي فرادا وجماعات يأكلون من عنقود العنب هذا والعنقود لا ينفد ولما تكررت الرؤية ذهب الرجل لأحد الشيوخ الصالحين وقص عليه رؤيته فسأله الشيخ إن كان له ذرية فقال له ولدي محمود عمره عامان قال الشيخ الحق بالأزهر يتعلم العلوم الشرعية فسوف يكون له شأن كبير وبالفعل ألحق الرجل طفله بالأزهر وعندما أصبح عمره ثمانية أعوام استطاع بفضل الله حفظ القرآن الكريم كاملا فشكر الأب ربه كثيرا فزاده الله من فضله وبارك له في ولده ومنحه الكثير من النجاح والقبول فكان بفضل الله ثم دعاء أبيه أول من سجل المصحف المرتلة في أنحاء العالم بطريقة رواية حفص عن عاصم ورفض الشيخ محمود أخذ أجرة مالية على ذلك فوضع الله له ولتسجيله القبول في الأرض وزاده من فضله حيث استطاع أن يسجل القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم عام 1961 فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم سجل القرآن برواية ورش عن نافع عام 1964 ثم بدأ في توصيل القرآن لكل بلدان العالم حيث كان أول من رتل القرآن في الأمم المتحدة وأول من أذن لصلاة الظهر في الأمم المتحدة عام 1977 وبعدها بعام كان أول من رتل القرآن في القصر الملكي في لندن عام 1978 كما كان أول قارئ يقرأ القرآن في البيت الأبيض وقاعة الكونغرس الأمريكي وظل يجاهد ليصل كلام الله من خلال صوته إلى كل مكان بالعالم حتى توفاه الله في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 1980 إنه شيخ القراء الشيخ محمود خليل الحصري لقد أحسن والده فرش المساجد حتى لقب بالحصري فنشر الله صوت ابنه في أنحاء الأرض باسم الحصري من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون داخل معرض كبير لبيع الأجهزة الإلكترونية والجوالات وأثناء وقوف سيدة تشتري لأولادها بعض الأشياء دخل شاب وفتا في سن العشرين فطلب الشاب من المسؤول عن البيع جوالا من المركات الحديثة فأخبره الشاب أنه موافق على هذا السعر ثم طلب من البائع تركيب خطه بالجوال ليجرب الصوت ودرجة نقاء السماعة فما كان من البائع إلا أن قام بتركيب الخط وقام الشاب بإجراء مكالمة ثم أخبر البائع أن الشبكة داخل المعرض ضعيفة وأنه مضطر للخروج من المعرض حتى انتهاء المكالمة فلم يعارض البائع لوجود الفتاة جالسة داخل المعرض وأمام عينيه وبعد دقيقة أرسل صاحب المعرض أحد العاملين لمشاهدة الشاب خارج المعرض فخرج العامل ثم عاد على الفور لصاحب المعرض وأخبره أنه لا وجود ولا أثر للشاب في محيط المنطقة في هذه اللحظة عم الهرج والمرج وستدهشة كل من فيه وكانت السيدة التي جاءت لتشتري بعض الأشياء لأولادها قد اشترت ما تريد وفي طريقها للخروج إلا أنها وقفت تنظر إلى الفتاة التي جاءت مع الشاب وتأكدت أن هذه الفتاة من ملامحها وطيبتها من أصل طيب ولا يمكن أن تكون شريكة للشاب السارق وعندما وقف صاحب المعرض والعاملون يتهمون الفتاة بأنها ضمن تكوين عصابي للسرقة وأنهم سيتصلون بالشرطة تدخلت السيدة وأخبرتهم أنها تتابع الموقف من بدايته وأن هذه الفتاة لا يمكن أن تكون مجرمة أو محتالة وأنها كأم شعرت بصدق الفتاة من ردود أفعالها ورعشة قلبها وهي تقسم أنها لم تشاهد هذا الشاب إلا في هذا اليوم فقط وعندما حاول بعض العمال إرضاء صاحب المعرض بالاعتداء على الفتاة بالضرب قالت لهم هذه السيدة أنا جارة لمعرضكم ودائمة التعامل معكم فلا يمد أحد يده على الفتاة وإن كنتم لا تثيقون بحديثها عليكم بإبلاغ رجال الشرطة وليس أكثر اقتنع صاحب المعرض بكلام السيدة ثم اتجه للفتاة وسألها من هذا الشاب وما جهة قرابتك به قالت الفتاة أعرفه منذ شهرين عن طريق الفيسبوك وكان يرح كثيرا علي لألتقي به وكنت أقول له إن كنت تريد رؤيتي تعال إلى بيتنا أمام أهلي وبالأمس أقنعني باللقاء اليوم كي نتفق على كل الأمور ثم الذهاب إلى أهلي ليتقدم لخطبتي وكي يثبت حسن نيته أخبرني بأنه سيشتري لي أحدث جوال ثم جاء بي إلى هنا وفعل فعلته طلب صاحب المعرض من الفتاة فتح صفحته على الفيسبوك وعندما حاولت الفتاة فتح صفحته والدموع تتساقط من عينها فوجئت بعدم وجود صفحته لأنه أغلقها على الفور كما أنه أغلق هاتفه حاول صاحب المعرض أخذ رقم هاتف والدها ليتصل بها ولكن الفتاة بكت وأخبرته بالدموع أن والدها من الممكن أن يقتلها بعد لحظات أخبرت الفتاة صاحب المعرض أنها تستطيع الاتصال بخالها وبالفعل اتصلت بالخال الذي حضر بعد ربع ساعة بسيارة من أحدث المركات ودخل المعرض في أدب واحترام وأناقة ليثبت بالفعل أن ابنة أخته صادقة ومن عائلة محترمة وبدون أن يسأل عن تفاصيل أخذ ابنة أخته بين أحضانه ومسح دموعها ثم سألها إن كان أحد بالمعرض تعرض لها فأخبرته أن السيدة المحترمة منعت الجميع من التعرض لي بأذى فشكرها الخال كثيرا ثم سأل صاحب المعرض عن سعر الجوال وقام بدفعه كاملا ثم أخذ ابنة أخته وغادر المعرض في منظر ومسر موقف محزن يحكي مالك بن دينار قصته قائلا بدأت حياتي وأنا في قمة الضياع كنت عاصيا سكيرا حتى أصبح الناس يتحاشون التعامل معي من شدة ظلمي ومعصيتي وفي يوم من الأيام اشتقت إلى الاستقرار ففكرت أن أتزوج ويكون لدي أطفال وبالفعل تزوجت ورزقني الله بطفلة سميتها فاطمة كنت أحبها حبا كبيرا وعندما بلغت فاطمة عامها الثاني كانت عندما تجدني أمسك كأسا من الخمر أجدها تقترب مني وتزيحه بيدها بعيدا عني وعندما بلغت فاطمة ثلاث سنوات ماتت فانقلبت أسوأ مما كنت فلم يكن لدي وقتها الصبر الذي عند المؤمنين حتى أقوى على البلاء وأتحمل الشدائد فتلاعب بالشيطان وأعادني أسوأ مما كنت وفي يوم جاءني الشيطان ووسوس لي أن أسكر في هذا اليوم سكرة ما سكرت مثلها من قبل فظللت طوال الليل أشرب وأشرب فرأيت الأحلام تتوالى علي حتى رأيت تلك الرؤية لقد رأيتني يوم القيامة وقد أظلمت الشمس وتحولت البحار إلى نار وزلزلت الأرض ثم رأيت ثعبانا كبيرا قويا يجري نحوي فاتحا فمه فأخذت أجري من شدة خوفي حتى وجدت رجلا عجوزا ضعيفا قلت في رعب أرجوك أنقذني من هذا الثعبان فقال العجوز يا بني أنا ضعيف لا أستطيع ولكن أركض بأسرع ما عندك في هذه الناحية لعلك تنجو فأخذت أجري حيث أخبرني والثعبان يجري خلفي حتى وجدت النار أمامي فعدت مسرعا والثعبان يتبعني عدت إلى الرجل واستحلفته بالله أن ينقذني فبكى الرجل ليحالي وقال اجري نحو هذا الجبل لعلك تنجو فبدأت أجري نحوه والثعبان خلفي حتى رأيت على الجبل أطفالا صغارا سمعتهم ينادون يا فاطمة أنقذي أباكي فجاءت تنقذني من هذا الموقف العظيم فأخذتني بيدها اليمنى ودفعت الثعبان بيدها اليسرى ثم جلست في حجري كما كانت تفعل في حياتها وقالت لي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فقلت لها يا بنيتي أخبريني ما هذا الثعبان الرهيب فقالت فاطمة يا أبي هذا عملك السيء وذنوبك أنت جعلتها تكبر حتى كادت أن تبتلعك وهذا الرجل الضعيف الذي كان يحاول مساعدتك هو عملك الصالح أنت أضعفته في حياتك حتى بكى لحالك ولا يستطيع أن ينقذك ولولا أنك أنجبتني ومت وأنا صغيرة لما كان هناك شيء ينفعك فاستيقظت من نومي وأنا أصرخ قد آن يا رب قد آن يا رب فاختسلت وخرجت لصلاة الفجر أريد التوبة والعودة إلى الله فدخلت المسجد فإذا بالإمام يقرأ نفس الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ذلك هو مالك بن دينار ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون في الثامن عشر من عمرها تزوجت هنا من رجل يكبرها بثلاثين عاما لأنها كانت تشتاق للخروج من منزل أهلها الذي كان كسجن يقتلها تدريجيا كما كانت تظن أن زوجها الثري سوف يطوف بها العالم ويحقق لها كل ما تتمنى ولم تكن تدرك أنها ستجد في منزل زوجها سجنا من نوع آخر أكثر ظلما محرمانا وبعد فترة من الزواج زارت أخت الزوج بيت أخيها وعندما علمت أن زوجة الشابة لا تصلي ولا تعرف الكثير من أمور دينها نصحت أخاها بتطليقها إن لم تهتم بهذه الأمور الدينية لذلك نصح زوجها بالمداومة على الصلاة ولكنها لم تستمع لكلامه يوم يكشف عن ساقي ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ولأسباب كثيرة كان يرفض أن يخرج معها متحججا بالتعب بسبب كبر سنه ولم يكن يسمح لها بالخروج بمفردها مع صديقاتها وكان يصر على أن تبقى أسيرة في منزلها على مدار اليوم وهذا جعلها تتعرف بعد فترة إلى مواقع التواصل الاجتماعي ووجدت من خلالها هامشا من الحرية والسعادة رغم ملازمتها للبيت وشعرت أخيرا بأنها على قيد الحياة وبعدها استخدمت بعض برامج الشات حتى حدث المحظور وهو إقامة علاقة مع رجل غريب هذه العلاقة بدأت بمجرد تعارف وانتهت بخيانة إلكترونية ويليث الأمر اقتصر على ذلك فدخولها على مواقع التعارف والدردشة أصبح إدمانا فأصبحت تتعرف يوميا على أشخاص جدد وكانت تدخل إلى عالم الإنترنت بعد خروج زوجها وتضع كلمة مرور خاصة بحيث تمنع أي شخص أن يتعرف على الرسائل الغرامية التي ترسلها أو يرسلها لها آخرون ومع الأيام شعر الزوج بغياب زوجته عنه ذهنيا وعاطفيا بل لم تعد تهتم بحقوقه الزوجية أو مطالبه من طعام وملابس وخلافه فهدتها بالطلاق إن لم تعد كما كانت من قبل إلا أنها استمرت في تجاهله وأصرت على موقفها العدائي والكاره له ظلم منها أن أكثر من شاب ممن تعرفت عليهم سيتقدم لها ليتزوجها وسوف تختار من بينهم أفضل بدين لزوجها ومع إصرارها ناء على موقفها قام الزوج بتطليقها بعد أن تنازلت له عن أكثر حقوقها وبعد مرور عامين من طلاقها لم تجد من يتقدم إليها للزواج بعد أن هارب كل من تعرفت عليهم وظلت سجينة في بيت أهلها إلى يومنا هذا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفع كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إنه غراب كان هناك أب في الخامسة والستين من عمره يجلس مع ابنه وهو في الثالثة والثلاثين من عمره وإذا بغراب يطير بالقرب من النافذة ويصيح فسأل الأب ابنه عن هذا الطائر فقال له الإبن هذا غراب وبعد دقائق كرر الأب نفس السؤال فقال الإبن بضيق إنه غراب وبعد دقائق أخرى عاد الأب السؤال وسأل للمرة الثالثة ما هذا فقال الإبن غاضبا وقد ارتفع صوته إنه غراب يا أبي تعيد علي نفس السؤال ثلاث مرات إنه غراب هل هذا صعب عليك فهمه عندئذ قام الأب وذهب لغرفته في هدوء دون أن ينطق بكلمة واحدة ثم عاد بعد دقائق ومعه بعض أوراق قديمة من مذكراته اليومية ثم أعطاها لابنه وقال له اقرأها بصوت مرتفع بدأ الإبن يقرأ اليوم أكمل ابني ثلاث سنوات وها هو يمرح ويلعب وإذا بغراب يصيح في الحديقة فسألني ابني ما هذا فقلت له إنه غراب وعاد وسألني نفس السؤال عشرين مرة وأنا أجبته في العشرين مرة واحتضنته وقبلته وضحكنا معا حتى تعب فحملته وذهبنا فجلسنا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه ومعنى ينسأ له في أثره التوفيق للطاعات والبركة في عمره رواه البخاري ومسلم